السلام عليكم استكمال الموضوع الكرت الطولي والكرت العرضي المشكلة اللي في المقطع اللي قبل اسبوع طلبتنا سلك جديد من ثرمل تيك شركة مختلفة كليا عن اللي استخدامتها في المقطع اللي فات وباشتركم ما شاء الله يا اخوان انحلت المشكلة بشكل كبير يعني قدامكم بتفيد 5 الترا نفس العددات 2K زي ما تشايفين الفريمات في اول لقطة جات 118 فريم بينما على السلك القديم اول كان يجب لي 104 فريم ما عندي مشكلة اني اخسر 2-3 فريم لانه في الاخير سلك لازم فيها در بسيط ولا اني اخسر 20 فريم زي اول لانه 20 والله حرام كذا مرة كثيرة فانحلت بنسبة خلينا نقول 98% يعني الحمدلله اتأكد من الموضوع شغلت اللعبة اللعبت كثير الفريمات ما شاء الله ثابتة على حول المية وشغلتها 4K والفريمات نفسها ممكن فريم واحد بس ناقص عن نفس الماء بنفس كل شيء زي ما انت شايفين ما شاء الله حول الستين فريم بينما اول على السلك القديم تنزل للخمسين فريم وتشربان فيها الموضوع ذا بشكل كبير شايفين قدامكم تسعة وثمانين تسعين فريم نفس لما يكون مشبوك الكرت بشكل على الماذربورد تقريبا اقل بفريمين الى اربع بينما اول على السلك القديم تذكر وتوك نفس ذي العددات نفس ذا الماب كان يجيني 75 فريم يعني حرام تقريبا 20 فريم طارت نفس الكلام اتأكدت على 4K ما شاء الله الفريمات زي لما يكون مشبوك عن ماذربورد اقل بفريمين نفس الموضوع تقريبا يعني بدل ما تكون 50 51 تنزل لل 48 49 فما عندي مشكلة عيد اكرر ان اخسر فريمين ولا اخسر عشرين فريم على السلك القديم فاتضح انها مشكلة سلك بالنسبة لموضوع الحرارة اللي قلتولي فك النافذة حقية الكيس عشان نشوف كيف التبريد يختلف ولا لا نعم اكيد بيختلف انا بس ما انا مهتم للموضوع ذا لانه حرارة ما هي مشكلتي لكن ابشره فصلت النافذة وهذا اللي صار اكيد راح تنزل الحرارة لانه النافذة قريبة جدا من المراوح تصميم القديم كيس كذا فما يخلي ايش فطهوزي الناس الارفلو يعني معدوم فالحرارة زي ما انتشايفين يعني انا ما قصيت ولا اللقطة قاعد اوريكم من هنا للمنظر على الطول في امس افتر برنر لاحظوا كيف تنزل لان حتى نزلت بعد شوية بسرع لكم الفيديو الان لاحظوا زي ما انتشايفين حرارة مرة نزلت وهذا على الفل 4k بس فريمات نفسها هذا يثبت وجهة نظري 49 من اول من يوم من 80 اللي يشوف 69 فريمات نفسها 49 48 فريم فريم ما راح تفرق في الحرارة لانه 80 طبيعية تعتبر لذي الانواع من الكروت ما عندها مشكلة ان يصير ضرب بس نزلت بذل قدر يعني شوف 68 لانه مفتوح وكمان دورانه اسمع الصوت الفريمات نفسها هذا يثبت وجهة نظري شوفه 49 48 فرق 15 درجة كانت اول 80 اخوان 80 لا تخاف منها اللي تخاف منه هو مشكلة اليوزاج الاستخدام كان فل لكن السلك القديم كان تعبان اللي هو هذا يا اخوان السلك القديم كان مسوي مشكلة كبيرة للأسف هذه الشهر كنتبهه منها هذه هي يعني انا ما ادري انخدعت صراحة تقييمات كانت كويسة شوفتها بس شوف كاف هذا اللي حكثر ما لتيك ما شاء الله كويس هذا اللي انا الان مجربه الاستخدام 4K الترا وتشار 49 فريم كأنه نفس الفريمات اللي لما كان مشبوك نفس الماب قبل شو شوفته بدل فيه نفس كل شي ما شاء الله الحرارة نعم بسبب انه القزاز جاي هنا فما في متنفس بس انه يسحب هوا ممتاز ما هي مشكلة ترى انا بخلي القزاز زي ما هو الان بنرجعه لاني ابا الهدوء ابا الروقان شكل حلو ما بغبار يخش وفي نفس الوقت ما هي مشكلة ترى الحرارة تسك ثمانين مرة ما هي مشكلة الفريمات نفسها لو الفريمات نقصت صارت اربعين بقول لك ايه على عيني وراسي لازم تشوف حل بس اذا فسكت على قريبة الخمسة ثمانين قريبة تسعين تصح دي مشكلة بس هنا ما قد سكت الا ثمانين واحد ثمانين بالكثير مع ذلك كيس يعتبر يعني ما فيه اي فراغ بسيط جدا فهذا اللي حب توضح الناس ما فهمه في المقطع اللي فات زي ما تشفت الحرارة بدأت تزيد ثمانين اقصى شي بتوصل لثمانين زي ما شفنا قبل شوية هذا كل شي يعطيكم العافية شكرا لكم السلام عليكم